موسيقى السنة والمزراء والمحترمون مخورين المستفشرين لا نبالي لهم وزنا ولا نضع لهم قيمة أنهم أعداء واليوم نبني بكل جهد ولا نبالي بالذي فرضته نفوس الضلالة والشرق يا ملك اللعينة موسيقى 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 has now had meetings with general ussen kama al-hassan the general as you know was in charge of all those programs in Iraq which were كانت تقريباً في البداية. مشاهدة حيث أنه يريد أن أشهر محيات محيات المباشرة. فإنما يريد أن يريد أن تقريباً بها على البداية، أن يجب أن تقريباً بها من المستقرات المتعلقة تجاوً لكي إرادة الناس المتحن المباشرة ويجب أن تقريباً بها فيه العالم. We have concluded that Iraq has no major, so to say, chemical weapons force left, at least to the extent that is of military significance, that it can constitute a threat to the regions in the state, the states in the region. The world's fourth, and the other, is to say to the Iraqis, which is to achieve the goals that are the most important in the world. And the fear of the violence that is to address the women's lives, especially in the countries, in the region, in the United States. And the state of the president, a member of the U.S. and a member of the U.S. وإزدارات للاتحاد في التثقيف الصحي والتعليمي والاجتماعي وفي أساليب التدبير العراقي الاقتصادي ومعرضا آخر لصور الفوتوغرافية المترجم للتعليمية المرأة ونشاطاتها الهدفة إلى تخفيف أعباء الحصار على المرأة العراقية وتابعت فعاليات المنتدى العالمي للمنظمات غير الحكومية المنعقدي في بكين ودور وفد الاتحاد العام لنساء العراق في إغناء فعاليات المنتدى والطلاع التنظيمات النسائية والمشاركين على الآثار الخطيرة الناجمة عن الحصار الجائر على شعب العراق